أما دلوقتي بقى قبل ما نقابل ضفنا هيكون معانا من خلال زوم الأستاذ عبد الرحمن عبد الله خبير العلاقات الواعية هنعرف منه إزاي أخلاق رسولنا الكريم نقدر نطبقها ويبقى فيه عندنا أسرة وعية صحية وسعيدة في حياتنا أهلا بيك أستاذ عبد الرحمن أهلا بيك يا إيمان وأهلا بكل المستمعين والمستمعات وكل عام والجميع على يعني على كوكب الأرض بخير كل سنة وأنت طيب وإن شاء الله دايما كده بنتقابل في الأيام الكريمة الجميلة لزي اليوم دايما بمبسط جدا لما أكون معاك ودايما مبسوط جدا من المتابعين لك لأن دايما وأبدا بتقدمي أي موضوع من زاوية مختلفة ربنا خليك يا رب أستاذ عبد الرحمن تسلم لي خلينا بقى إيه يعني كلنا بندور على السعادة وما فيش حد غني أو فقير أو صغير أو كبير غيره نفسه يعيش في أسرة مستقرة وسعيدة ويحس بالونس كده بكل أهله اللي بيحبوه حواليه طبعا ما فيش شك إن الحياة سريعة ومش هقول كلام بيتعاد كل يوم في كل البرامج لكن ما فيش شك إن الدنيا خدتنا والدنيا تلاهي والموبايلات خلتنا بابنشوفش حتى بعض وإحنا عادين في البيت الواحد لكن ادينا كده زي بيقولك إيه طرق للسعادة الصحية إزاي بقى أنا عاملة بيت كده أسرة فيها شوية سعادة مش هطمع وقولها بقى سعادة سعادة خارقة بس على الأل صحية فيها كده حاجات حلوة أول حاجة إنه أكبر خطيئة يا إيمان بتحصل لنا دايما إنه بنقول أنا لما أتجوز بدت الحلال هبقى سعيد أو أنا كست لو أنت ست تقولي والله أنا ما أتجوز الراجل اللي يحبني ويقدرني يبقى سعيدة التحدي في ده يا إيمان إنه لما البني آدم بيستنى السعادة تحصل مع حد يعني كإني بقول بني قصير أنا تعيس أنا وحيد أنا متألم أنا مش مرتاح أنا موجوع فقط لما يحصل حاجة بره فبقيت داخل العلاقة وأنا محمل الآخر مسؤولية إسعادي بربط بربط سعدتي أنا كبنت أو كست بالشخص ده بس عشان كده بنلاقي الأوجاع ومش بس كده وعايزة أحمل عليه إن أنت للمفروض تسعدني أبوها يوصيلي عليها أنت هتسعد بنتي وأنا برضو أمي توصي مراتي تقولها أنت تسعدي ابني فبقيت فبدا ما أنا بقيت كبني آدم بقى أشتغل على أني أبقى بتعلم فن السعادة الداخلية البهجة من الداخل أو زي ما كنت بتقول لي من شوية أنه رسالة الأنبياء كلها نهاية تورينا أنه السعادة والرضا موجود في الداخل في القلب سيد المسيح بيقول جنة الله في القلب جنة الرب في القلب وسيدنا النبي يعني وصانا وورانا كيفية أنه الرضا والشكر هو باب الجنة في هذه الحياة فبالتالي الإنسان لما يبقى سعيد ويدخل لعلاقة وهو أصلا سعيد يقدر يسعد ويسعد من حوله ويستقبل من اللي قدامه اللي قدر يديه لكن لونا داخل محبط تعيس متقلم موجوع وحاس أني مليش في الدنيا ملاجأ ولا ملاذ اللي بدت الناس دي فأنا بحمل عليها شيء لا أمي قدرت تسعدني ولا أبوي قدرت يسعدني ولا الحقيقة ألف تسعدني وعايز بقى أحط الكل ده على بنت الحلال دي إنها هي تسعدني والعكس بالعكس مع الأنثى فأول خطوة لبناء أسرة سعيدة أني أنا مسؤول عن ساعتي الذاتية قبل الزواج فلما أدخل لعلاقة الزواج وأدخل هذه الأسرة أدخل إنسان سعيد أبقى قادر أشارك السعادة مع اللي قدامي قادرين نسعد سويا أديها وتديني أضفلها وتضفلي أسندها وتسندني لكن لو أنا التعيس ومستنيها طبعا هبقى في طول وقت في خيبة أمل لأنه وفيش إنسان يقدر يسعدني وأنا مش قادر أبقى من جواه سعيد حقيقة وفي اللحظة دي سقف طموحاتنا بيعلى وسقف أحلامنا بيعلى إنه لازم يعمللي ويعمللي 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 أنا شايفة برهواني أن الست اللي ما بتعرفش تحب نفسها ما بتعرفش تحب حد حتى عيلها أحسن دي حتى عيلها مع إن هي دي عينيها من جوا نيني عينيها عيالها دول بس طول ما هي ما بتحبش نفسها وبتدلع نفسها هتبقى مضايقة عيالها ومضايقة جوزها ومضايقة كل الناس يعني حقيقة يعني أبدعت في الكلمة دي إن أنا مش لازم أتجوز عشان أرمي كل مشاكلي وكل خزان الأحزان اللي أنا عشتوا في حياتي كله إنه مطالب الراجل ده ينسيني أوجاعي وأنا صغيرة ومناسيني أسود أبويا وينسيني إخواتي اللي قطعوا لي عشان الورث ونسولي أهلي ينسولي كل الحاجات الغلط هو مش مطالب فعلا فيعيني الراجل بيبقى متضايق مش عارف يبطع نفسه عشان يعمل إيه لأن أنا حط عليه مسؤولية السعادة ودي مسؤولية مسهلة أبدا فدي أول نقطة النقطة الثانية إن محتاج وأنا بتعامل مع شريك حياتي أبقى عارف إنه مش مسؤولية شريك حياتي إنه يعالج لي احتياجاتي اللي معرفتش أخدها من أبوي أو أمي يعني مش مسؤولية مراتي إنها هتديني اللي أمي ما عرفتش تدهوني أو مسؤولية الراجل إنه يديك اللي أبوكي ما عرفش تدهوني صح فأنا بحرر الستة اللي في حياتي من إنها تبقى شبه أو عكس أو نقيد أو مثال لأمي أنت الستة اللي بشارك حياتي أمي ده قصة وموضوع أنا لو عندي معها مشكلات أروح لثيرابيست أروح لمعالج نفسي أروح لكوتش أروح لدكتور يساعدني في التعامل مع مشاكلي مع أمي بس مراتي هي الستة اللي بشارك هذه الحياة عشان نبني مع بعض علاقة أدعمها وتدعمني أكبرها وتكبرني أسندها وتسندني مش إنها مسؤولة عن أمي ما شافتنيش فهي هي تشوفني أمي ما خدتش بالها مني فهي هي تاخد بالها مني أمي ما قلت ليش كلمة حلوة فهي تقول لي كلمة حلوة ولازم تكون لهم أمي تسق ولازم هي تبقى مكان أمي هي تقعد تسقف لي بدليل بقى إن الراجل ده لما بيطلع من بيت مامته مثلا لو أمه مثلا مستبدة ومسيطرة وبابا يعيني كان غالبان يعني وطيب كده راجل اللي على الله حكايته طيب وغالبان بس محترم بس طيب تلاقي الراجل ده في بيته لو مراته فتح بقى تلاقيه بقى بزيادة اللي هو بيشخط وعصب وأنا ستة هتفتحش بقى وإيه يعني ملازم هي ما تعرفش إن مامته كتت مستبدة بيطلع عقده على مراته انت هرشل الموضوع كويس أنا جايبة كل المشاكل ولأكسب لأكسب برضو الستة لما تبقى جاية من المصرة وفيها تحديات لسه ما عرفتش تواجهها بينها وبين أبوها تبقى مستنية جزها يقم إن هو يقوم بالدور اللي أبوها كان سلبي ما أمشي به أو تبقى عايزة فرفص من جزها لأنه هو بيفكرها بأبوها اللي كان مسيطر عليه طيب دي نقطة تاني فده شيء تاني أخر نقطة بقى الحاجة التالتة عشان نقدر نبني أسرة سعيدة محتاجين الحاجة التالت ودي حاجة صعبة جدا لأنها عكس الثقافة اللي احنا اتربينا عليها في بلادنا العربية يمان ودي نقطة مهمة نحوط تحتها ألف خط إنه إذا دخلت في علاقة مع شخص مع شرك حياة عشان نبني هذه الأسرة الأسرة اللي ببنيها مع مراتي الأسرة اللي بتبنيها مع أجوزك لها الأولوية في الوقت والمجهود عن علاقتي بأبوي وأمي وإخواتي وعلاقتي بشغلي وصحابي تأتي مكانة الزوجة قبل أهلي لنا ربوني خلاص أهلي لربوني هم كبروا وقدروا أنهم يتلعوني للحياة لو بصيت له وراء يا إيمان كأنني بغلت الزواج كلما أجي قبل مراتي أصل ابوك عايزك كلما هي تجي تقابلني أمك عايزك فتروح تقابل أمها فكذا نحن نتقابل مع بعض فأجعل أولويتي الآن في هذه العلاقة أن مراتي أشوفها وهي تشوفني أبقى معاها وتبقى معايا وده يأتي أولا ثم أسرتي ثم العمل وأصحاب لكن قاعد هربان من البيت مع أصحابي اللي أنا متعود عليهم الجامعة وهي مع صحبتها ومع جرانها ومع البنت عمي ومع ابن خالي وأبقى مع دوله ووسائب العلاقة دي مين هيرويها فالمحتاجة انتباه مشترك بين الاتنين النبني ده الحاجة الرابعة الأخيرة عشان عرفنا عندك وقت بس محتاجة أقولها أن العلاقة الزوجية مش بتبدأ وقت الخطوبة والحب الحب الحقيقي بيبدأ بعد الجواز بمعنى إزاي أفضل أرعى النبتة دي ففيه كده بنقول إيه ثلاث سبعات السبعة الأولى كل سبعة أيام محتاج تعمل زي حاجة وقت بساموا كده الجامعة الأمريكان ميني ديت يعني كانها خروجة كأني بتعرف على الست اللي متجوزها دي كل أسبوع لمدة ساعة أو ساعتين ده الوقت بتاعنا كل سبعة أسابيع يوم أو يومين بنفصل فيها عن كل المسئوليات ونبقى إحنا في مع بعض كل سبعة شهور عندنا خروجة مدتها أو أو فصلان من العالم مدتهم ثلاث لخمس تيام إحنا في مع بعض كل سبعة تيام ساعتين ساعة ساعتين إحنا بس البعض مش بنتكلم عن الدكاترة وعن العيال وعن المدارس وعن التعليم وعن الهومورك وعن الشغل وعن الفلوس نتكلم عننا قاعدة 3 سبعات قاعدة دي مهمة جدا وبشكرك عليها بجد أستاذ عبد الرحمن وإن شاء الله يبقى لينا لقاء في حلقة تانية بشكر جدا أستاذ عبد الرحمن عبد الله عبد الرحمن عبد الله خبير العلاقات الوعية بشكرك جدا يا أستاذ عبد الرحمن